لكن اللي لازم الواحد يقف عنده شوية بقى يعني ويقول ويقول هنا عيب هو محلل شاب مشهور بالألمانية المحلل ده وهو بيحلل حاول أن يقلل من النادي الأهلي بشكل يتنافى تماما مع الصورة اللي كان بيحاول أن يقدم بها نفسه قبل كده إنه أهلاوي وعلى إنه محلل محايد وهكذا زي ما حضراتكم عارفين وده كان قبل مواجهة التحجد فالنادي الأهلي كسب التحجد فبدل ما يراجع نفسه هذا المحلل ويحاول أن يحافظ على مصدقيته قدام الجمهور حاول أن يقلل حاول أن يقلل مرة أخرى أمام النادي الأهلي أو من النادي الأهلي ويقول إيه؟ لو كان النادي الأهلي لعب الهلال كانت النتيجة هتبقى مختلفة فأنا عدت أتذكر كده هو مش الاهلي ده اللي كسب الهلال السنة اللي فاتت تقريباً ولا لعب لها؟ أربعة أعتقد في مباراة البرونزية قبل كده والمرة دي كسبنا التحجد ده طيب هو مش النادي الأهلي ده اللي كسب البرونزية على حساب بطل أسيا اللي كان كسبان نادي الهلال في النهائي طيب حضرتك شكلك إيه دلوقتي قدام نفسك؟ مش هقولك قدام الناس ولكن قدام نفسك بتقول لنفسك إيه وانت قاعد تبص في الملاية الحقيقة أنا كل مرة بلاقي نفسي في بعض الأمور باستغرب جداً جداً لأنه أنا نفسي كان بيتقلي من هذا الشخص أنا تحديداً مش حد تاني إن أنا أهلاوي جداً وكل حاجة ولكن في بعض الأوقات بنتقد أداء الأهلي ولكن أن تنتقد أداء الأهلي في غير مكانه في غير مكانه أعتقد أن ده شيء مش طبيعي شيء مش طبيعي أنت هنا مش بتحلل الأهلي والتحجات ده مثلاً لا أنت بتحلل حاجات تانية مش عقدر أتكلم عنها لأن إحنا يعني أنت هنا بتحلل حاجات تانية مش هقول إيه والأغرب بعد هذا الفيديو انتشار الفيديو لقناة عربية بيتكلم على مغلطات حتى في الأرقام اللي بيقولها يا جماعة من فضل حضراتكم أي إعلامي في مصر أو في الوطن العربي كلهم إخواتنا وأصدقائنا وبنتعلم منهم أنا ولا حاجة أنا حد أدى كده بالنسبة لهم أنا عارف طبعاً هطلعوا يقولوا ويشتموا القلام اللطيف ده أنا عارف أنا حد أدى كده وما نفعش أشتغل وما نفعش والكلام اللي انتوا عايزين تقولوا يقولوا وما عديش مشكلة اللي عايز يقول حاجة يقولها أنا بتكلم هنا اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام أنا قبل ما أطلع أتكلم في أي حاجة بعمل إيه عندي فريق إعداد محترم محترم بيشوف لي كل حاجة غير إن أنا بشوفه فما ينفعش أطلع أقول أرقام غلط ولو طلعت قلت رقم غلط لازم أعتذر عنه لأنه اللي حصل إن تقالت أرقام ما تتقالش من إعلامي لسه تحت التمرين لسه ما بداش مغلطات كل الهدف منها التقليل من النادي الأهلي فقط لغير بس ما فيش مانع إن أنا أرد وأرد أنا عن نفسي لما أرد هرد بالأرقام والأهلي تقال إيه الأهلي أكثر الفرق خسارة لمباريات أهلا وسهلا على عايز أقول لحضرتك حاجة دي حقيقة ولكن ليه لأن النادي الأهلي أكثر الفرق خوضاً للمباريات في كاس العالم للأندية من الأساس يعني ما فيش فريق في العالم لعب عدد مباريات في كاس العالم للأندية زي النادي الأهلي ما لعب يعني لما تقولي الأهلي خسر كم ماتش هقولك بس هقولك الأهلي لعب كم ماتش وهاتلي نادي في العالم كله لعب العدد اللي لنادي الأهلي لعبه في كاس العالم يعني أنا بتكلم هنا عن كاس العالم على مر التاريخ وخليدي أكلم بالأرقام الأهلي لعب حداشر مباراة في البطولة كاسبان من خمسة وعشرين مباراة ناسف في البطولة كاسبان منهم حداشر مش كاسبان بس ده كاسبان واخد أربع مداليات عالمية لا يوجد فريق عربي ولا إفريقي عملها فلما تتكلم تتكلم على قدك وشوف إما تيجي تتكلم عن نادي الأهلي شوف إنت بتتكلم على مين وما ينفعش تقول كلام غلط وغير صحيح وما ينفعش تقول كلام لمجرد أن أنت تتكلم وتغلط في نادي الأهلي عشان أنت تبقى مشهور أنا مش هقول اسمك مش هقول اسمك وبيقولك إيه أصل الشناوي أكثر حارس تلقى أهداف البطولة تم تبص على الصورة كاملة بص على الجانب الآخر هتلاقي إن الشناوي أكثر حارس مرمى مشارك في تاريخ البطولة الحارس اللي أنت بتتكلم عنه ده متوج بتلت ميداليات عالمية وبالمناسبة الشناوي هو الحارس الوحيد اللي خاد جايزة رجل المباراة في كاس العلم للمتخابات وكاس العلم للأنداء صعب قوي إن حد يعملها مرة تانية سواء عربي بقى وإفريقي أو حتى عالمي خلي بالكم كلام كله مغلطات عن النهات الأهلي خسر من أنديت كذا وأنديت كذا وأنديت كذا خلينا أقول لك أن الأهلي فاز على تلتين العالم يا محترمين يا محترمين الأهلي بحق انتصارات على أنديت آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوكيانوسيا موقفش قدامه غير أنديت أوروبا بس لما تتكلم تاني يا حبيبي اتكلم على قدك وياليت اللي بيتكلم أيما كانت جنسيته يقول لنا هي الأندية اللي عنده عملت إيه عملت إيه في البطولة وليعبت كام ماتش وكسبت كام ماتش ده بدل مع الناس دي تطلع تتكلم عن نادي الأهلي بشكل محترم على فكرة أنا ما عنديش مشكلة تقول إن النادي الأهلي تغلب أو أكتر نادي تغلب في كاس العالم الأندية ولكن حط الصورة كاملة للناس والناس تقيم كيفما ترى ولكن هو بيعمل إيه؟ بيرمي الكلام الوحش بس لكن ما بيقولش إن النادي الأهلي هو الأكثر مشارك لو عايز تتعلم إزاي تتكلم صح وتتكلم عن النادي الأهلي فقم وقف وإنت بتتكلم ولما تيجي تتكلم تقولي اللي جاي ده اللي أنا سقوله لك ده دي صورة كاملة الأهلي أكثر أندية العالم خوضاً للمباريات في تاريخ كاس العالم الأندية على مرة التاريخ الأهلي تاني أكثر أندية العالم تحقيقاً للانتصارات في كاس العالم الأندية خلفاً لمين؟ لريا المدريد وبفرق انتصار وحيد والخصالة دي قد تقدر تقول انها قدام ريا المدريد برضو يعني كبار مع بعض الاهلي صاحب اكبر عدد من اللاعبين المسجلين للأهداف في كاس العلم للأندية 14 لاعب الاهلي صاحب اكبر عدد من اللاعبين الاكثر مشاركة في بطولة كاس العلم للأندية اي متأول عشر لاعبين الاكثر مشاركة فيها سبع لاعبين من النادي الاهلي الاهلي اكثر فريق في العالم في العالم وصل المربع الدهبي لكاس العالم للأندية طوال تاريخ البطولة بعد كده اقول الكلام اللي انت قلته للنادي الاهلي اكثر الأندية هزيمة في كاس العالم وأكثر لأنديه مش عارف إيه والكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده مش فاضي هو يعني كان من المفترض أن يتم وضعه في سياقه اتعلم قبل ما تتكلم ووقف انتباه لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي عمرنا كنادي أهلي ما بنغلط في حد عمرنا ما بنغلط في حد عموما التاريخ المفروض يعلم اللي عاوز يتكلم وبالمناسبة مش عايز حد يراهن على فرق منافسة للنادي الأهلي مهما كان اسمها ومهما كان اسمه اللي بيقول كده ومهما كانت حالة النادي الأهلي الفنية لأن النادي الأهلي وراجه مهور كبير وعظيم وعنده تقاليد ومبادئ دايما بيكون عنده لعيبة عرفة قيمة التشيرت الأهلي وعارفين أن الجمهور ده لازم يفرح مش مهم اسم المنافس المهم ألعب كرة حلوة وحقق الانتصار وجمهور النادي الأهلي يروح بيته مبسوط سواء كان في مصر أو برا مصر ده اللي اتعلمناه في النادي الأهلي وهو ده الأهلي اللي العالم كله يعرفه وبيحترمه بس للأسف الشديد في ناس ما بتتعلمش وعايزة اختم كلامي للناس دي هتعيشوا ولاش الكلمة التانية هتعيشوا وتحاولوا توقعوا النادي الأهلي بكلامكم مش هتعرفوا وحيفضل كلامكم صدقوني بلا قيمة بالنسبة للأهلي والأهلوية لأنه الأهلي ما بيسمعش الكلام ده ولا جمهوره وما بيبصش وراه وما بيخشش في اخناقات الأهلي دايما نعينه على الإنجاز احنا عندنا إنجاز عايزين نفكر فيه وعندنا بطولة عايزين نفكر فيه اللي هي من بكرة حنلعب أولا مباريات كل موسم بنجدد دوافعنا مهما كانت الظروف لكن انت هتفضل تتكلم 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 وتبص على النادي اللي عارف يعني هنبصلك ازاي دايما هنبصلك لتحت كده لأن انت عمرك انت اللي هتفضل بصص لفوق لأن الأهلي فوق لكن انت دايما تحت كده هنبضل بصلك تحت كده ونقعد نتحك ان الأهلي بيكسب وبيتوك بكل البطولات انت هتفضل أخرك أخرك تفضل تتكلم مش هتعمل حاجة تاني ترجمة نانسي قنقر